الكلمة الآن لمعالي السيدة إبا زيبا ماسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكنغو الديمقراطية ترجمة نانسي قنقر أصحاب السعادة السيدة وزراء كمهورية مصر العربية وسيدة الوزيرة المعني بالموارد المائية السيدة عبد العاطي أخي العزيز الحضور الكرام نود بادئ ذيبذ أن نعرب عن امتناننا الكبيرة للسيد عبد العاطي الذي أراد أن يجمعنا جميعا في هذه الأنشطة المعنية بالمياه والتي تهتم بمستقبل البشرية بشكل كامل نشكر أيضا لجمهورية مصر العربية والحكومة وشعب مصر العزيز لاستقبالنا جميعا هنا حتى ننقل رؤية كنغو الديمقراطية خلال الأسبوع الخاص بالمياه والقاهرة في نسخته الرابعة بعنوان المياه والسكان التغيرات العالمية ما بين التحديات والفرص السيدات والسادة إن إدارة الموارد المالية اليوم يجب أن تخضع العدد من المبادئ وهذا يسمح لنا بمواجهة التحديات التي تواجهنا جميعا وأن ننتهز أيضا الفرص السانحة على رغم من ذلك فإن المقاربة الأفضل هي الإدارة المتكملة لموارد المياه وهو ما يعني أن كل الاستخدامات الخاصة بالمياه يجب أن تتم بشكل شامل وأن نتخذ الكرارات الخاصة بتوزيع الأنصبة من خلال الاستخدام يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كل طريقة استخدام على الآخرين وأن يتم كل ذلك في إطار مقاربة تشاركية نحن نرتكز على أربع مبادئ تم تحددها في المؤتمر العالمي الخاص بالمياه والموارد المائية في دابلن 2012 كل هذه المبادئ تم تعزيزها في مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية في ريو جيجانيلو عام 1992 ميات الشرب هي مصدر محدود ولكنه ضروري لبقاء الحياة والتنمية والبيئة فإن تنمية وتطوير وإدارة المياه يجب أن تقوم على مقاربة تشاركية تجمع بين المستخدمين والمخططين ومتخذ الكرارات على كافة المستويات فالمرأة تلعب دورا مركزيا في عملية التخزية وإدارة وحماية المياه وفي النهاية فإن المياه لها قيمة اقتصادية في كافة الاستخدامات يجب أن نقرر بأن المياه تمثل ملكية اقتصادية كبيرة وهذا يوصلنا إلى نتيجة هي أن المياه تساوي الحياة لا بد من إدارتها وحمايتها بشكل توفقي مع الأخذ بالاعتبار كل الاحتياجات وبعلمنا بهذه المبادئ فإن إدارة المياه بشكل متكامل تقوم على الإدارة المتجانسة لموارد المائية ويجب أن نرتكز أيضا على مقاربة قطعية يتم تنفيذها في بعض الدول وبلادي جمهورية القلغة الديمقراطية لم تتردد لتنشئ مع الجيران التجمعات التالية أولا اللجنة الدولية لبانجي سانجا منذ عام 1999 مبادرة حوض النيل عام 1999 وسلطة بحيرة تنانيكا عام 2008 وإدارة حوض نهر كيفو في 2011 وهذه المقاربة الخاصة بالإدارة المتكملة لموارد المياه تتوافق مع قامون 15 الصادر في ديسمبر 2015 متعلق بالمياه في المادة 57 والذي يتعلق بالاتفاقات متعددة الأطراف والاتفاقات الثنائية من أجل تحديد العلاقات المتبادلة فيما يتعلق باستخدام وتثمين وحماية الموارد المائية والنظام البيئي المائي بشكل منصف وبشكل عادل كموريات كونغو الديمقراطية فرية بـ 52% من المياه الصالحة للشرب في القارة الإفريقية وأيضاً مصف مساحتها تطل على الحوض الأكبر في العالم بعد منطقة الأمازون نحن نساهم بما يقرب بـ 65% من المياه الموجودة في حوض الكونغو وهو ما يمثل أهمية كبيرة لتنمية القارة بشكل كبير وهذا يعني أن الموارد المائية تمثل قاعدة أساسية لكل الأنشطة التي تكون جوهراً وسبباً في وجود الإنسان على الأرض هذه الأنشطة تساعد في توليد الكهرباء والزراعة والري والزراعة والإمدادات الخاصة بمياة الشرب ومجال السياحة وحماية التنوع البيئي وأيضاً الحد من الأثار المترتبة عن التغييرات المناخية إن منطقة حوض الكونغو تغذي أيضاً الغابات الموجودة في الكونغو الديمقراطية والتي تغذي منطقة الوابة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن التحديات التي نواجهها في هذا القطاع ترتكز على محاور ثلاث أساسية أولاً النقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة نحو الدول التي تمتلئ بمقاومات كبيرة ومثل الجمهورية الكونغو الديمقراطية خصوصاً في مجال موارد المياه والغابات ثانياً مهم للغاية نظام تمويل قطاع الموارد المائية يجب أن يعتمد على مقاربة جديدة وأن ننظر إلى أمكانية تمويل أيضاً الدول التي تكون حول أحواض المياه وهذه التمويلات تسمح لنا الحصول على نتائج مختلفة في قطاعات أخرى مثل الصيد والسياحة والصناعة وغيرها من القطاعات وهو ما يسمح لنا أيضاً بإدماج الأنهار الصغيرة والمناطق الرطبة في المتابعة النوعية والكمية لموارد المياه لأنها تساهم في زيادة حجم المياه الخاصة بالأحواض اسمحوا لي أن أتحدث عن النزاعات المتعلقة بالمياه جمهورية كونغو الديمقراطية على قناعة بأن المياه يجب أن يكون صق لتحقيق السلام وليس سبباً لنشوب النزاعات بين شعوب العالم فإن اختلال التوازن في توزيع مياه الشرب في العالم وأيضاً الطبيعة الديمقراطية لبعض المناطق سيكون سبباً رئيسياً في النزاعات الخاصة بالحصول على المياه حوض الكونغو هو الخزان الرئيسي لمياه الشرب في القارة وهو أيضاً أقل الأحواض التي تحظى أو أقل الخزانات التي تحظى بالتمويل ومساحته الكبيرة يحتاج هذا الحوض لمزيد من الاهتمام فيما تعلق بالأبحاث والتمويل والاستثمارات في قطاع الموارد المائية إن النزاعات المتعلقة بالمياه نراها بالفعل في منطقة شمال شرق الحوض بين من يربون الماشية والمستخدمين فحين أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول مستدامة إن النزاعات المتعلقة بالمياه قد أدت إلى حركة الشعوب وكان لها آثار كبيرة على الحياة الهادئة للسكان لمجرد أن المقاربة التي نستخدمها لحل الأزمات لم تكن جيدة وكافية أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الوزراء والحضور الكرام إن قطاع إدارة الموارد المائية لا يواجه سوى تحديات بل أنه أيضا ينتج الكثير من الفرص فإن هذا القطاع يمثل ركيزة لكل الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في بلداننا مرة أخرى أكرر أدعو إلى مزيد من التمويل لقطاع المياه في الدول التي لديها مقومات كبيرة لا سيما في عملية تثمين المناطق غير تقليدية ومناطق التي تكون شرية بمياه الأمطار هذه الاستثمارات تسمح للدول بعملية نقل افتراضي للمنتجات من القطاعات المستخدمة لموارد المائية نحو الدول التي لا تمتلك موارد مائية كافية فإن قطاع المياه والكهرباء والصيد والصناعة وغيرها من القطاعات يمكن أن يمثل موضوعا للأبحاث بالنسبة للمتخصصين في قارتنا حتى نستطيع أن نقوم بعملية نقل افتراضي للمياه وهو ما له الكثير من الفوائد من أجل تنمية كل الدول وتحقيق الاستقرار في الدول والحد من النزعات بين الشعوب والحد من هجرة الشعوب ونقل التكنولوجيا وفي النهاية يسمح لنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 وتحقيق أجندة 2063 لإفريقيا أصحاب السعادة أصحاب الفخار مع السفراء والوزراء السيدات والسادة الحضور الكرام باسم رئيس جمهورية كونغو الديمقراطية أشكركم جميعاً ترجمة نانسي قنقر